بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء نستكمل معن مقرر Machine Elements Design 1 Chapter 8 Screw Joints وبنستكمل Forms of Screw Threads أو Standard أو الشكل النمطي اللي بينتج عليه الثريد أو الثريد عندنا طبعاً الثريد بنلاحظ أن السن هنا بتاخد شكل الثريد أو شكل المربع وده طبعاً بستخدمه في Transmission of Power في نقل القدرة في الاتجاهين كلا الاتجاهين ممكن أن أستخدمه في Feed Mechanism أو في ميكانزمات أو آليات التغذية في Machine Tools الماكينات اللي بتستخدم فيه الورش ممكن أن أستخدمه في Volves في Spindles في Screw Jacks أو الروافع ده طبعاً Offers Less Frictional Resistance يعني Friction ما بين الأسنان وبعضها بيبقى منخفض أثناء الحركة عن طبعاً الWitworth Thread النوع اللي بعد كده بيسموه الأكم ثريد وده السنة فيه بتاخد شكل شبه يعني منحرف هو موديفكيشن من السكوير ثريد و Stronger than السكوير ثريد Frequently Used on Screw Cutting Lathes بيستخدم فيه العمود بتاع القطع فيه مكينات الخراطة Press Valves فيه الصمامات النحاسية وفيه البنش فايسز أو الملزمة برضو بستخدمه فيها When Used in Conjunction with Split Not ممكن أن أستخدم Split Not يعني الصمولة تبقى عبارة عن شققين يعني لو قلنا مثلاً أن العمود بالشكل ده كده وفيه هنا نص الصمولة بيركب من هنا والنص التاني بيركب من هنا بحيث أن أنا أضغط عليهم أجمعهم حوالي المصمار وبالتالي لما لف المصمار الصمولة تتحرك فيه كلا الاتجاهين ده طبعاً بيسهل عملية Engagement and Disengagement عملية الفك والوصل بتاع الصمولة حول المصمار لأن الصمولة لما بتيجي تدخل على سطح ميل بتسهل عملية الدخول عن لما يكون السطح ده رأسي تماماً النوع اللي بعد كده بيسموه Knuckle Thread Knuckle Thread وبلاحظ أنه واخد نص دايرة من فوق ونص دايرة من القاع من عند الكريست القمة نص دايرة ومن عند القاع نص دايرة دا modification من Square Thread Rough and Ready Work بيستخدم فيه الحاجات اللي هي ما بتحتاجش مجهود لعملية الفك والربط Like Hydrants الحنافيات بتاعة الحريق اللي بتستخدم طبعاً في الحالة دي أنا محتاج سرعة شديدة جداً الزيت وما إلى ذلك لأنه طبعاً بيكون أسهل في عملية الفك والتركيب النوع اللي بعد كده بيسموه Patrice Thread هلاحظ هنا أن السنة ميلة ميل خفيف من الاتجاه وميل كبير من الاتجاه التاني لكن بيلاحظ أنه بيستخدم في Transmission of Power in One Direction عشان طبعاً الOne Direction اللي هو دا يعني لو القوة القوة تيجي في الاتجاه دا ما ينفعش إنها تيجي في الاتجاه المقابل هذه advantages of both Square and V Thread يعني فيه الميزة بتاعة الSquare والV Thread بيستخدم فيه Spindles of Bench Vices في السكرو بتاع الملزمة ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله